شارك رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمس ببريس في قمة الرياضة والتنمية المستدامة التي تنعقد على همشفت تح الألعاب الأولمبية حيث يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السدس في هذا الحدث الرياضي العالمي ورفق السيد أخنوش وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بالموسى وتنظم هذه القمة بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية ودعم من الوكالات الفرنسية للتنمية